عام الانقسامات المستمرة بامتياز هكذا يصف كثيرون عام 2020 في ليبيا انقسامات لا تزال تمثل أبرز التحديات التي تعاني منها البلاد عام اتسمت بدايته بتواصل الحرب التي قادها اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس لتنتهي بعد ستة أشهر بسيطرة حكومة الوفاق على كامل المنطقة الغربية وما بين المعارك ونهايتها تدخلات اقليمية كبيرة أقرى البرلمان التركي بأغلبية أصواته إرسال دعم لوجستي وفرق تدريب ومعدات تسليح إلى ليبيا بطلب من حكومة الوفاق المعترف بها دوليا خطوة أثارت حفيظة الجارة مصر التي لوحت بعملية عسكرية مباشرة داخل الأراضي الليبية لكن السرعة حسم حكومة الوفاق للوضع الميداني باستعادة السيطرة على كامل المنطقة الغربية أحبطت مخططات القاهرة إنجلا غبار المعركة عن فضائع ارتكبتها القوات الموالية لحفتر بحق مدنيين تم اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في مدينة ترهونة ومراكز احتجاز أظهرت انتهاكات تعرض لها السكان في شهر آب أغسطس أعلن رئيس البرلمان عقيل صالح والرئاسي فايز السراج مبادرة لوقف إطلاق النار والاستعداد لاستئنى في الحوار حوار انخرطت فيه البعثة الأممية بهدف البحث عن حل للأزمة السياسية واتفق الطرفان على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية عام 2021 ونجحت تحرك الدبلوماسي الدولي بدفع الفرقاء في شهر أيلول سبتمبر نحو إعادة فتح حقول النفط بعد ثمانية أشهر من الإغلاق عام من انعدام الاستقرار الأمني والسياسي وكثير من اللقاءات بين الفرقاء الليبيين لقاءات يأمل كثيرون هنا أن تفضي الأشهر القليلة المقبلة إلى إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة ووضع حد لأزماتهم المعيشية المتفاقمة عبد النصر خالد العربي ترابل